جلسة ساخنة تنتظر مجلس النواب يوم غد الأربعاء بعد تأكيد رئيس المجلس سليم الجبوري حضور رئيس الوزراء فيها في ظل إصرار العديد من النواب والكتل السياسية على استبدال جميع المسؤولين والموظفين الكرد في السلطة التنفيذية المشاركين في الاستفتاء وإيقاف كافة الامتيازات الخاصة بهم وبحماياتهم الذين شاركوا في الاستفتاء وخاصة الدرجات الخاصة من مدراء عامين فما فوق لابد بصراحة استبدالهم بآخرين لأنه حنثوا اليمين الذي يتخذوا على أنفسهم خانوا الأمانة التي تم توكيلهم وبالتالي الذي يقول الأمانة لابد له أن يتغير وانا صور مجلس النواب جاد في تغيير هؤلاء بأشخاص آخرين ومن المتوقع أن تشهد جلسة يوم غد أيضاً اتخاذ إجراءات بحق النواب الكرد المشاركين في الاستفتاء رغم دعوة بعض النواب إلى الحوار معهم ومحاولة تصحيح مسار العملية السياسية التي بنيت على أسس عرقية وطائفية بدل سحب الثقة عنهم لحنثهم باليمين الدستوري ليس المهم أن تسحب الثقة من النواب الأكراد إنما مهم أن تعالج الأخطاء أخطاء العملية السياسية لذلك نحن نجد أن المعالجة في الحوار للمشاكل هو الأصح والأفضل ونجد أنه على الأخوة الكرد أن يتراجعوا أن يبطلوا نتائج الاستفتاء لأن النتائج سوف تضر بمصلحته مصلحة عراقين جميعاً وفي الوقت الذي يجد نواب آخرون في ضرورة التمييز بين من شارك من المسؤولين والنواب الكرد بالاستفتاء ومن لم يشارك فيه قبل اتخاذ أي إجراء بحقهم أكد خبراء قانونيون أن أغلب التوصيات التي خرج بها مجلس النواب بحق الكرد تحتاج إلى أساس قانوني صحيح يجوز تنفيذها من قبل الحكومة الاتحادية لا بد أن نميز بين من شارك في هذا الأمر و بين من لم يشارك الذي لم يشارك هو جزء من هذه العملية السياسية والذي شارك يتم التعامل معه وفق القوانين ووفق التعليمات كلهم في دائرته لا توجد صراحيلا بجلس نواب الساحب تلقى عن نواب الآخرين إقالة فقط حالة وحدة وردت القانون مجلس نواب رقم 49 لسنة 2007 عند الغياب أو اشتقال يقدفها الأولو إلى الآن ماكو دولة هناك جنابك لو أكو دولة نقول أنهم أخلوا بلاء لأن أحملوا جنسية أخرى غير الجنسية اللي كانوا عليها أثناء تردد اليمين الدستورية لكن إلى الآن ماكوش كيان سياسي كيان قانوني كيان دستوري لكي يكونهم كذلك ومن المتوقع أن يطالب أعضاء مجلس النواب في جلسة يوم غد رئيس الجمهورية فؤاد معصوم بالحضور إلى المجلس لعدم اتخاذه موقفا واضحا حيال الاستفتاء وفق نواب وكان نحو خمسين نائبا قد تقدموا بطلب لإعفاء معصوم من منصبه في الجلسة الماضية أحمد عرام الحرة بغداد